وفي ملف خدمي وأمني وصحي علنت محافظة صلاح الدين اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية ضد مرض الحمى النسفية بعد تسجيل خمسة إصابات في المحافظة وقال نائب المحافظ عمر حكمة البلداوي أنه بعد تسجيل خمس إصابات في قضاء بلد عقدت المحافظة اجتماعا موسعا للمختصين في المؤسسات الصحية والأمنية والخدمية تم فيه إقرار عدة إجراءات للوقاية من المرض وتطويقه وأوضح أنه تم تخصيص مدخل واحد للمواشي من خارج المحافظة وحصر أوقات الذبح والجزر من الساعة الخامسة فجرا حتى العاشرة صباحا مضيفا أنه بحسب المستشفى البيطري فإن الإصابات انتقلت عبر مواشي دخلت إلى قضاء بلد قدم من محافظة كاركوك مؤكدا أن الفرق الصحية والبيطرية اتخذت تدابير لازمة في أماكن الإصابات ترافقها حملات توعية وإرشادة لمنع انتشار المرض اشتركوا في القناة